اشتركوا في القناة ان شاء الله هنستكمل الوحدة 12 وده هيكون الخاص الدرسين 3 و4 وده ان شاء الله اخر حلقة تخص ان شاء الله نبدأ على طول بقطعة الريدينج المحثة اللي عندي ما بين تعالوا كده نشوف بداية الكلام الجورناليست اللي هو الصحفي بيبدأ مهنت يعني مدير محطة سكر حديد هي وظيفة مهمة جدا لكن مش ناس كتير قوي تعرف عنها اليوم انا اتكلم مع مدير واحدة من اكبر محطات القاهرة واحدة من اكثر محطات سكر حديد ازدحامن في القاهرة سيد احمد ما هي او ماذا يفعل زي ما احنا بنقول كده مدير المحطة بالسكة الحديدة فالمانجر هيبدأ يرد عليه ويقوله well حسنا أهم جزئية في وظيفة مدير محطة القطارات is to keep everyone safe انه هو يعني يستطيع ان يحافظ على الجميع بامان انذا هنكمل طبعا الجزئية دي انذا بقى او انذي حسب لا هتبقى انذا in the railway station في محطة السكة الحديدة and to help people when we say the next go on to the correct train ان هما يستقلوا القطار الصحيح journalist هاي اسألوا سؤال تاني but you have other people to help you to do this انت عندك ناس تانية تساعدك تعمل ده don't you ليس كذلك يعني مش عندك ده of course طبعا i must manage all the other people انا زي ما نقول كده بدير كل الناس دي who work at the station اللي بيشتغلوا في المحط there are a lot of them يوجد الكثير منهم train drivers سائقي القطارات ticket inspectors مفتشي التذاكر cleaners المنظفين او عمال النظافة mechanics الميكانيكيين and engineers والمهندسين i must encourage them انا لازم اشجعهم to do their jobs اي ان يفعلوا وظائفهم well بشكل جيد and most of them work really hard والعديد منهم بالفعل يعمل بجدية i must also help them لازم اساعدهم if there are any problems لو يوجد اي مشكلات لكمل مع بعض بقي النص الجورناليست عيسأل سؤال كمان how often do you have problems at the station يعني عدد المرات اللي بيحصل فيها مشاكل في المحطة كم كم عدد المرات there is never a day without a problem قال له لا يوجد يوم بدون مشكلة يعني لازم على اقل يكون في مشكلة كل يوم sometimes i have to deal with fairly small problems احيانا بكون مضطرة ان انا اتعامل مع حتى المشاكل البسيطة الصغيرة يعني for example على سبيل المثال a person loses something important or takes the wrong train شخص فقد حاجة او على الاقل يعني ممكن يكون شخص ركب القطار الخاطئ sometimes i have to help with extremely big problems احيانا بابطرى ساعد في المشاكل الكبيرة فعلا for example على سبيل المثال a person becomes ill or a train breaks down ان يكون شخص يتعب على او يشعر بالمرض على متن قطار او ان قطار breaks down يتعطل طبعا دي بتعمل مشكلة كبيرة جدا الجوناليس يسأله so what would you say to someone who wants to become a station manager لذلك ماذا تود ان تخبر الشخص الذي يود ان يصبح في يوم من الايام طبعا يعني مدير محطة well حسنا the job is never boring الوظيفة ابدا ما كانتش مملة يعني الوظيفة مش مملة you must like trains انت لازم تحب القطارات of course بالطبع but او طبعا يعني but ولكن you you must also like people لازم كمان تحب الناس او تحب انك تتعامل مع الناس you meet different people every day انت بتقابل ناس مختلفة كل يوم these people can be quiet angry كلمة quiet طبعا دي اللي اللي فيها برا دي معناها الى حد ما هؤلاء الناس الى حد ما بيكونوا يعني يعني غاضبين هيظهر دلوقتي عندك فوق علامة الاسكسيكلاميشن دي حلقة انا كنت بتكلم فيها عن نطق quiet و quiet اللي قدامنا دي والكلمة التالتة quiet ابقى شوفها هتستفيد نوصل نرجع بقى لموضوعنا these people can be quiet angry بعض الناس دول او الناس دي بعضهم بيصبح يعني زي ما بنقول غاضب الى حد ما if their train is late لو قطارهم متأخر they often tell me هم غالبا بيقولولي to find them a different train ان انا اوجد لهم القطار القطار مختلف او يعني انا اوجد لهم بديل بدل القطار المتعطل وطبعا الامر ده بيكون صعب جدا هنشوف بقية المحاكة الجورناليست قال له what do you say to them انت بقى بتقولهم ايه في الحالة دي يعني انت بيكون ردك ايه قال له I encourage them to be patient انا بشجعهم انهم يكونوا هادئين وصابورين كلمة patient patient يعني صبور and I try to help them وبحاول طبعا نسعدهم we work in an incredibly busy station احنا بنشتغل في مكان او محطة يعني مزدحمة بشكل لا يصدق incredibly يعني بشكل لا يصدق and people usually understand that there are sometimes problems وبعض الناس بتتفهم ان احيانا يوجد بعض المشاكل الجورناليست يقول له it sounds a very interesting job تبدو وظيفة شيقة جدا كلمة sounds دي كنا اتكلمنا عنها بكده لو تفتكروا thank you شكرا وشكر مدير المحطة وانتهت المحطة هنا تعالوا نشوف في lesson 4 برضو عندنا قطعة reading تتكلم عن technical schools technical schools مدارس التعليم الفني او المدارس الفنية اذا ما احرمون after finishing preparatory preparatory school يبقى انا خلباي بسه من نقطة دي prepare preparatory preparatory school اهي preparatory school ده طبعا نقطة الامريكان preparatory school المدرسة الاعدادية after finishing preparatory school بعد انهاء المدرسة الاعدادية اهت 15 في عمر الخمستاشر بعض الطلاب choose to stay in general education بعض الناس بتختار انها تبقى في التعليم العام ويكمل سنوية عامة but about 60% ولكن حوالي 60% of students go to technical schools 60% من الطلبة بيفضلوا او بيحبوا يروحوا المدارس التكنيكال اللي هيا الفني students at technical schools learn skills بتعلموا طبعا في المدارس دي المهارات that they can use in the world of work اللي بقدروا استخدموها في عالم العمل these skills are extremely important هذه المهارات مهمة جدا for the future of the country لمستقبل البلد because technology changes all the time لان التكنولوجيا بتتغير طويل الوقت the skills that people need today المهارات اللي الناس بتحتاجها النهاردة are very different to what was needed 10 or 20 years ago مختلفة جدا المهارات اللي احنا بنحتاجها دلوقتي عن ان الناس كانت بتحتاجها من عشرة أو عشرين سنة مضو there are now many more technical schools around egypt and each school teaches a different kind of technical skill يوجد الآن العديد من المدارس الفنية حولة أو في أنحاء مصر كلها وكل مدارسة منهم تعلم مهارة فنية مختلفة for example students can learn about work in hotels and shops الناس ممكن تتعلم أو الطلاب يعني ممكن يتعلموا عن العمل في الفنادق والمحلات طبعا اللي هي المحلات طبعا أكيد المطاعم برضو عشان بس نكونوا واضحين لقيمة طبعا دي اللي هي المدارس الفندقية or learn skills needed for industry أو أنحنا نتعلم أو أن الطلبة تتعلم المهارات الخاصة بالصناعة farming الزراعة or nursing أو التمريد students study at these schools الطلبة بتدرس في هذه المدارس for three or five years لمدة ثلاث أو خمس سنوات تمام نكمل باقي النص لسه مخلص under the Egyptian dual education system تحت مسمى التعليم الثنائي المصري أو نظام التعليم الثنائي المصري احنا عارفين كبعا كلمة دول احنا عارفينها من موبايلات دول سم يعني مشارحتين فهي دول يعني ثنائي فالنظام المصري أو نظام التعليم المصري الثنائي technical schools المدارس الفنية أو technical schools بقد يمين من العمل يمين من الأسبوع في المدرسة وأربع أيام في مكان عمل حيث يستطيعون أن يمارسوا مهرتهم الجديدة هذا فعلا أو حقا يساعد الطلاب بعد التخرج إنه هو طبعا بيتدرب فبالتالي هيكون إيده واخدع الشور طبعا عندي كلمة graduate graduate يعني يتخرج وخلي بالي إنه فيه graduate graduate اللي هي متخرج الشخص بقى نفسه هنشوفها إن شاء الله في الكلمات students who do very well at technical schools can then continue to study at university الطلاب اللي بيقدوا بشكل جيد في المدارس الفنية يقدروا يستكملوا تعلمهم من الجميع اللي هو بيعمل معادلة وممكن يخش هندسة they can get very good jobs يستطيعوا أن يحصلوا على وظائف جيدة such as becoming engineers زي ما يقدروا يصبحوا مهندسين however all jobs that need technical skills are important على الرغم من أن كل الوظائف الفنية need technical skills أو كل الوظائف بتحتاج مهارات فنية أو technical يعني life would be impossible without electricians على سبيل المثال يعني هو طبعا ما فيش كلمة على سبيل المثال ولكن الحياة قد تكون مستحيلة بدون الفنيين الكهرباء يعني اللي هما الشخص اللي بيكون بيشتغل في الكهرباء الكهربائي يعني nurses أو من غير الممرضات mechanics الميكانيكيين and farmers وحتى المزارعين تمام طبعا يا جماعة بلاش mechanic اللي يخليكو هي mechanic طبعا الجمع mechanics تمام مش mechanic خالص يعني نشوف عندي قطعة reading برضو في الworkbook خلينا برضو نشوفها عشان الكلمات bike catchers ملتقط الدراجات دول اللي بيطلعوا الدراجات من المية are people who take bikes from canals اعتبر نفسك بتقول canal او اكينك بتقول كمال بس تحط مكان الميم in canal طبعا الجامعة canals in amsterdam طبعا في ولندة netherlands a city in europe amsterdam a city in europe مدينة في اوروبا there are no hills مفيش اي تلال in the city so a lot of people cycle العديد من الناس تركب دراجتها to school للمدرسة and to work او للذهاب للعمل in fact 30% 30% of people in amsterdam travel to work by bike 30% من الناس بيذهبوا من الناس في amsterdam بيذهبوا للعمل بالدراجات بالدراجات the city also has a lot of canals and sometimes the bikes fall into the water المدينة كمان مليئة بالقنوات قنوات المياه واحيانا الدراجات بتسقط في المياه perhaps this is because there are more bikes in the city than people ده ربما لاني يوجد بالمدينة العديد او الكثير من الدراجات او عدد دراجات كبير او اكبر من الناس نفسهم in the 1960s في الستينيات من القرن الماضي there were so many bikes in the canals that they began to damage the bottom of boats في الستينيات من القرن الماضي كان يوجد العديد من الدراجات في القنوات او قنوات المياه طبعا اللي بدأت تتلف او تضمر القاع بتاع المراكب من تحت او المراكب من تحت او مش هقول السفن لاني طبعا قنوات صغيرة that is when the job of bike catchers began في الوقت ده حيثوما بدأت وظيفة اللي هما ملتقط الدراجات one bike catcher told me واحد من ملتقط الدراجات دول اخبرني that they take 14,000 bikes ان هما اخرجوا طبعا عشان كلمة اخرجوا 14,000 دراجة يبقى take 14,000 bikes out of the canals each year 14,000 دراجة من القنوات في العام الواحد في مدينة امستردام نحن نقولش كلمان في هولندا كاملة لا ده في مدينة امستردام فقط طيب نبدأ بقى مع جزئية important language notes on listening and reading طيب انا اخلي باني من كلمة electricity ودي معنى الكهرباء this machine is connected to electricity هذه الالة موصلة بالكهرباء فهي بتشتغل بالكهرباء طيب electrical شيء كهربي او ذوصلة بالكهرباء he was employed هو كان متوظف as an electrical engineer كمهندس كهربائي in a big company في شركة كبيرة مش هقول بقى electricity بقول electrical تمام الفني بتاع الكهرباء او الشخص الكهربائي يعني بس طبعا خلا بان لبقى انا مش عايزة اقول كهربائي فانت تفتكر انه شيء شيء كهربائي هلواء على ايه electrical لكن الشخص نفسه احنا electrician we pronounce it electrician I asked the electrician انا طلبت من electrician to fix the light انه هو يصلح الدوق طيب unless without unless معناها اذا لم وبيجي بعدها جملة كاملة يعني فاعل وفاعل بس life would be impossible الحياة قد تكون مستحيلة unless there were nurses اذا لم اذا لم يكون فيها زي ما احنا بنقول nurses يعني ممردات يعني الحياة would be impossible unless اذا there were nurses يعني اذا لم يوجد بها ممردات without بدون ودي بيجي بعدها نون او verb متضفل ing life would be impossible without nurses او without having nurses ده الفرق ما بينها وبين unless unless بيجي بعدها جملة كاملة لكن without بيجي بعدها نون متضفل نون عادي او verb متضفل ing نجيل اللي هو برضو نون واحنا تكلم بيسمى الجيرند طيب رقم 3 talk to talk about طبعا talk to يتحدث الى وطبعا مش هتحدث للراديو لانا هتحدث لشخص i talk to my friend everyday انا بتحدث لصديقي كل يوم بتكلم معايا يعني we talk about يتحدث عن موضوع we are talking about the importance of technical schools نحن نتحدث عن اهمية المدارس الفنية طيب الملاحظة الرابعة اللي هو عايزني اخلي بني منها 1960 في الستينيات هذا الشكل اللي هو حرف اس يعني عقد من الزمن اللي هو عشر سنوات بيبقى من 1960 ل 1969 اللي هي زي ما انا قلتها فترة الستينيات عشان بس لو جت لو جت معي سنوات بعد كده تبقى انت فاهم انها عقد من الزمن طيب اللي فكي عبوري station manager مدير محطة ticket inspector مفتش تذاكر mechanic ميكانيك قلنا بقى بلاش ميكانيك دي skills مهارات technical schools مدارس الفنية industry الصناعة farming الزراعة nursing التمريد دول قلنا ثنائي electrician كهربائي قلنا الشخص الفني فني الكهرباء يعني لو شيء بنقول electrical طيب railway station محطة سكة حديد train drivers سائق الخطرات cleaners أعمال النظافة engineers مهندسين fairly بإنصاف أو بدون تحييز extremely للغاية quiet إلى حد ما with an adverb tour guide مرشد سياحي organize إنظم introduction مقدمة conclusion خاتمة pilot طيار Europe قرّة أوروبا Asia يعني بشين قرّة أسيا أو Asia Asia اللي تنصح Asia or Asia اللي قرّة أسيا bakery مغبز وبيكر اللي هو الخباز طبعا لو في أي كلمة هنا احنا بنواجهها ما قرّنهاش فبتبقى في الworkbook بتبقى في سؤال من الأسئلة اللي موجودة في كتاب المدرسة فعشان كده يعني بتبقى ما عدتش عينة في القراءة دلوقتي compare يقارن patient صبور زي ما هي جات وبرضو بتجيب معنا مريض technology تكنولوجيا continue يستمر article مقال waiter طبعا لو أنا همتعب بالamerican بيبقى reduced بعمل soft t تبقى waiter جرسون repair يصلح plan يخطط أو لو جت إنها ناون هتبقى خطة collect يجمع check يفحص أو يختبر bike catchers ملتقتي الدراجات hills تلال cycle يركب الدراجة قلنا بقى هاي يتخرج يتخرج يبقى graduate 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 يتخرج وخريق اللي هو شخص graduate graduate لاحظ الفات graduate ذا الفعل وgraduate ذا النوع change يتغير أو تغيير system نظام education تعليم وreally حقا ودي برضو adverb adverb معناها ظرف أو حال practice يمارس أو يتضرب canal قلنا بازا ما اتفقنا كنك بتقول كمال بس انت هتحط ما كان الميم نون فتبقى canal يعني مش canal أو يعني ماشي canal طبعا احنا قلنا مثلا 60% percent اللي هي في المئة النسبة المئة وإيه incredibly جاي من incredible اللي هي بطريقة لا تصدق unbelievable يعني incredibly أو incredible طبعا incredible دي الصفة اللي هي لا يصدق وبطريقة لا تصدق بقى incredibly تمام police officer ضابط شرطة damage يدمر أو يتلف تعالوا نشوف الconjugation of irregular verbs تصريفات العفعال غير المنتظمة أو العفعال الشذة زي ما احنا بتقول teach taught taught learn learned learned deal dealt dealt pay paid paid understand understood understood break down broke down broken down تمام دي قيمة العفعال اللي عندنا الكلمة واكسها smaller bigger do well do badly possible impossible with without give take يعطي ياخد تمام طيب نشوف الimportant expressions and prepositions التعبيرات المهمة وحروف الجر عشان دي زي ما اتفعنا سؤال لتشوز أو سؤال choices يعني know about يعرف عن keep وبحط في النصح حاجة safe يعني يحافظ على كذا آمنا get onto the correct train يستقل أو يركب القطار الصحيح deal with يتعامل مع take the wrong train يركب القطار القطأ quite angry غاضب إلى حدا ما incredibly busy مزدحم بطريقة لا تصدق لا تصدق do very well يودي أداء جيد جدا take حاجة out of يعني مثلا نقول take the rubbish out of here خرج القمامة دي من هنا عسب المثال يعني have problems إلا لايه مشكلات it sounds a very interesting job تبدو وظيفة شيقة جدا important for the future of the country هام من أجل مستقبل البلد different to مختلف عن 60% of 60% من زي ما اتفقنا in the world of work في عالم العمل travel around Egypt يسافر أو يتجول في جميع أنحاء مصر learn about يتعلم عن angry with غاضب من وطبعا من شخص break down يتعطل غضيف phrasal verb يعني فعل يتكون من أكثر من كلمة لأن كلمة phrase معناها شبه جملة عندنا في اللغة النزان تعالوا ناخد تدريب على الفوكان number one بناء العديد أو العديد من المصانع يساعد إيه المصري لكي يتطور المصانع خاصة بأي مجال nursing التمريد ولا transport النقل ولا industrial الصناعة ولا farming الزراعة مظبوط industrial كلام صحيح واضح عشان بس نكون واضحين number two studying space makes you grow plants and keep animals well دراسة إيه تجعلك تزرع بشكل جيد وتقدر تربي حيوانات برضو بشكل جيد يترى industry engineering nursing ولا farming أكيد أكيد اللي حافظ الكلمات هيعرف إنها الزراعة farming مظبوط نشوف الجزئة اللي بعد كده space schools teach children a lot of skills to use in the world of work يترى أي نوع من المدارس اللي بيعلم الأطفال العديد من المهارات اللي كي يستخدموهم في عالم العمل أو في مجال العمل far ancient sports technical اللي حافظ هيقول technical مظبوط I asked it for a or an space when my car broke down أنا طلبت إيه لما عربيتي تعطلت يترى electrician technician mechanic ولا engineer بصراحة طبعا هي في أكتر من كلمة تنفع بس إحنا عرفين أني العربية ميكانيكي فهي mechanic واحد يقول لي مثلا طب أنا ممكن electrician كهربائي برضو العربية فيها كهربائي ممكن إنجنير مهندس ميكانيكي بس طبعا إحنا بنتكلم في الواقع يعني mechanic mechanic a mechanic number five a mechanic needs a lot of space to understand how cars work الميكانيكي محتاج العديد من إيه لكي يفهم كيف تعمل السيارات systems skills studies ولا هوبز systems يعني أنظمة skills مهارات وستدز دراسات ولا هوبز هوايات أكيد طبعا محتاج العديد من المهارات skills number six a space checks that you have paid when you go on a bus or train or a train يترى مين هو اللي بيفحص إنك دفعت قبل أن تستقل الحافلة أو القطار إحنا حفظين إنه طبعا اللي هو مفتش التزاكر إنه طبعا ميكانيكي الميكانيكي مالوش دعوة مانجر مدير مالوش دعوة وكلينر عامل النظافة عمره معيدي يقول لك أنت قطعت في السكرة ومالوش مين هو اللي بينظف الأرضيات وبيرتب الغرف حتى في الفنادق أظن نوضحة طبعا أظن نوضحة طبعا 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 النوضحة طبعا أطفاء القوة على الآراء بحتاج أستخدم شوية عندي من ضمنهم وعندي حقا وعندي جدا وعندي إلى حد ما حسب قوة الشيء حتى لو تلاحظ دي للغاية أقصى حاجة وجدا بعدين حقا وبعدين إلى حد ما يعني واضح جدا الترتيب بتاعهم على سبيل المثال مثلا كايرو is extremely crowded القاهرة زحمة للغاية the match is really exciting المتش حقا حقا مثير جيزا is a very big city الجيزا مدينة كبيرة جدا I don't mind بيتزا أنا ما يهم مني شي البيتزا مش مهم I'm quite interested in it أنا إلى حد ما بستمتع بيها مش it's not my cup of tea زي ما احنا بنقول يعني ما هيش إلا أنا شي إلا أنا بستمتع بي أوي the American expression it's not my cup of tea زي ما احنا بنقول يعني مش كب بيت الشيء بتعتي بس طبعا مش ترغم حرفين تمام تنشوف write what you would say in each of the following situations number one you have just finished the hardest test you have ever done أنت لسه مخلص أصعب امتحان عدت عليه your mother asks you how the test was ولدتك بتسألك كيف كان الاختبار هتقول لها إيه ها هنا مدم يعني أصعب فانت هتستخدم كلمة extremely مظبوط the test was extremely hard طبعا لو انت قلت hard أوكي قلت difficult مش هتفرق بس hard أسهل شو في الاسبالينج عشان ما نخسرش درجات number two you visited انجلترا في الشتاء it was the coldest place that you have been to كان أبرد مكان انت كنت في أو زرت يعني a friend asks you what the weather was like وصديق بيسألك كيف كان التقص هتقول له إيه أيه وبردو مدم يعني كان أبرد مكان انت كنت في فانت هتستخدم أقوى كما extremely the weather was extremely cold عايز تقول بقى in England براحتك the weather was extremely cold تمام number three you admire koshary very much express this انت بتعشع الكشري جدا عبر عندي أنا مش عارف بصراحة كشري والبترمي الأول في سيخ بصراحة أوكي طبعا نعمة ربنا وكل حاجة المهم عبر بقى يسيري انك بتحب الكشري جميل هتقول له إيه تمام I like طبعا I love براحتك بس طبعا I like أفضل فتتقول I like koshary very much أنا بحب الكشري جدا لاني طبعا like تفضل مع الأشياء لكن لو قلت love أبقى بعشاء تمام مع الأشياء طيب number four your friend asks you about your opinion of the desert in summer صديقك بيسألك عن رأيك في الصحراء في الصيف إيه رأيك فيها يعني الصحر عاملة زي في الصيف طبعا أكيد حر جدا يعني فأنت هتقول له the desert is extremely hot in summer هي حر جدا في الصيف تمام طيب كده إحنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا فيعني ياريت ما تنساش like وشير وما تحرمش الغير ما تنساش subscribe في القناة إن شاء الله عشان تتابع باقي الحلقات وإن شاء الله ضيما موفقين وشوفكم فيما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة